نساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجال النهاردة عندنا ضيف ضيف عزيز اوي اوي علي انا كمان شخصيا غير جماهير النادي الاهلي وهو نجم كبير اوي تقلق وبيلعب كرة تقلق في التدريب ومازال بيعطي لحد هذه اللحظة نجمنا هو نجم كبير اوي 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 وهو كان بيعتبر الرئة التانية بتاعت انا في الملعب لكن هخلي الكلام على ضيفنا الوقت وهتكلم على رأي البرنامج رأي البرنامج انا اللي عاوز اوضحه الفترة دي هزام اتفقت مع حضراتكم هم نتكلم بكل صراحة بكل وضوح انا شاف ان الجماهير المصرية والصحافة المصرية والاعلام بالكامل بالكامل مهتم بالاندية وساب منتخبنا انا بش شاف ان الناس الوقت بقاليها انتماء منتخبنا يا جماعة لازم نحب بلدنا اكتر من كده منتخبنا منتخب كبير اوي ابص الناس مهتمية بالنادي الاهلي وبالنادي الزمالك وبكل الاندية وفيه شحن وفيه تعصب طب الكلام ده من خليل منتخبنا القومي منتخبنا القومي عنده حاجات كتيرة جدا انا شايف ان الجمهور مهتم زي انا بقولكو للاندية المنتخب زي السنين اللي فات كلها انتم شفتوا 2006 و2008 و2010 لما حققنا فيها ثلاث بطولات امم افريقية ده كان حدث شفتوا قدقين ناس كان في الاستدبت عاملة ازاي شفتوا قدقين ناس في الشوارع شفتوا قدقين انا بقى شفت الكلام ده شفت عالم مصر من عندي ماسبيرو لحد العباسية على كبرى اكتوبر عالم حتة واحدة هو دي الجماهير المصرية شفتوا البلكونات كانت حطة عالم مصر دلوقتي انا بش شايف الكلام ده المنتخب بلعب ماتشات بنفضل نقطع في المنتخب سواء في الاعلام او في الجماهير بينهم بعض يا جماعة ماينفعش والله ماينفعش انا عاوز اقول للمنتخبنا الوقتي بيلعب دورات كتيرة ماتشات ودية ومقبارات دولية وي وي والكلام ده كله عشان كده انا يعني بس تسمحكم بس تسمحكم ان احنا لازم والملف ده هيبضل موجود معانا الفترة اللي جاية ليه انا شايف الانتماءات قلت قوي بالنسبة للمنتخب يا جماعة لازم بقى عندنا حماس اوي لمنتخبنا القوم لازم نحس الجهاز واللعبين ان منتخبنا منتخب جامد اوي 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 احنا بس هنقف المنتخب لما يقولك انه هجل نروح كاس العالم طب ما نقف ما عمل دلوقتي ونسيب المدرب يشتغل ونسيب المدرب يتكلم ونسيب المدرب يعمل كل اللي هو عايزه ومال هشوف امتى ده الراجل جيه يا المدرب كرويش يا دوبك لعب ماتشين او تلت ماتشات وهات يا تقطيع فيه واللي يطلع يقولك اصل ده ما ينفعش اصل ده بيش عارف ايه اصل ما ينفعش الصحافة السوشيال ميديا يعني ما ينفعش يا جماعة والله العظيم انا فيه كلام فيه الفاظ بيش عاوز تطلحها لان ما ينفعش منتخبنا لازم نهتم بيه اكتر من كده منتخبنا عنده مباريات كتيرة جدا في كل البطولات فلازم حنوها فورا منتخبنا نهدى شوية على المدرب نهدى شوية على المدربين عايز كمان اللاعبين نفسهم يحسسوا اللي بيروح المنتخب لا بيموت نفسه لان الفترة اللي فاتت انا شاف فيه فطور بالنسبة لمنتخبنا القومي الاعلام نخف شوية على التعليقات نخف شوية عن التحليل المباريات انتو بش مدربين فيه مدرب شايف وعارف كل حاجة المنتخب بيلعب بطولات عربية بيلعب بطولات افريقية بيلعب تصفات كاس عالم فالكلام ده كله في خلال شهور فإحنا نسيب الهيصة دي كلها ونقولك أصل أهلي أصل زمالك أصل إسماعيل أصل الاتحاد كلها دية مصر معلش أنا آسف مهم جدا ان الجهاز كمان واللعبين يحسسون يحسسون ان هم منتظرين الجماهير ومنتظرين بالناس كلها والصحافة كلها طاقة في جنبكم كلنا بنحب المنتخب ولازم ندعمه على أن يحقق الهدف الرئيسي اللي هو وصولنا لكاس العالم أنا إذا حسيت بيها الفترة اللي جاية هفضل أتكلم فيها لكن التصريح اللي طلع من كرويش معجبنيش لابنقول للينا واللي علينا لما قال لك أنا باخد البطولات البطولة العربية على بطولة الأمم الإفريقية باخدها كاستعداد وتجهيز لمبارتين التقاهل المنديال لا إذا كان هم مفاهمينك كده لا أنت لازم تغير فكرك أم إفريقية دي احنا خدناها احنا سبع مرات منهم ثلاث ثلاث بطولات وراء بعض وده اللي هيخلي الناس كلها وكل الجمهور وكل مصرية والصحافة كله حتكتف يبقى وراء المنتخب إنما يقول إن دي استعدادات لا طبعا أنت ما تشيرك بقى بأشبال تشيرك بالناشئين لكن الكلام اللي قلته ده ما أظنش لأن هكون لنا إحنا بنحب إن المنتخب مصر نشوفه في أحسن صورة شفت المنتخبات كمان اللي إحنا هلعبها منافسة إزاي يا عم كيروش الكلام اللي قلته ده لازم يتغير إحنا أي بطولة مصر مصر بش قليلة مصر باسمها وحجمها كبير قوي وشفنا الاحتفالات وشفنا الحاجات اللي بتحصل في مصر وشفنا الدولة بتتغير إزاي أنا هخش بطولة أمم إفريقية اللي خدناها سبع مرات منها ثلاث بطولات وربعات وبطولة عربية وبطولة استعداد لعشان ما تشن مين اللي قالك كده لا هتتحاسب هتتحاسب على كل كبيرة وصغيرة فمن فضلك قبل ما تطلع أي تصريح الناس اللي حواليك اللي موجودين معاك في الجهاز أو المدير اللي دارك كابتن واق الجمعة المدير الكورة معاك يقول لك مش هينفع الكلام ده إحنا مستنيين الأمم إفريقية ومستنيين نتقاهل لكاس العالم وهو لما مكسبناش أمم إفريقية مش هتديك دفع لكاس العالم بقى أنا هاخد بطولة زي أمم إفريقية فيها أحسن فرق في إفريقيا وممكن تلاعب الفرق دي في المباراتين انت مش عارف مين اللي هيكسب مين اللي هيوصل لازم تحط في دماغك كده وفي عقلك وفي تفكيرك إن بطولة الأمم إفريقية مش مبرد إحنا رحين عشان نتفسح أو رحين عشان ناخد مركز لا دي إحنا عايزين ناخد الأول ونكسبها اعمل عليك واسميه بقى ربنا إنما هنتكلم ونقول أصل وفصل وأصل اللعيبة أنت عندك وماشى من اللعبين بسم الله ما شاء الله على الساحة حاجة تفرح حاجة تفرح نقب راحتك واختار براحتك وأنا عارف إن أنت ما بتجملوش ما بتحبش المجاملة والجهاز اللي معك بحبش المجاملة ما تسمعش كلام الناس فيه البطولات والمؤمبرات اللي جاية أنا كلامي كده لحد كده خلص إنما الموضوع ده مش انتهى كده خلاص لا ده أنا هفضل أتكلم فيه على طول لأن لازم نحسس منتخبنا ولازم نحسس المدير الفني واللعبين إن مصر كلها وراكو هي مش مجرد إننا بس عندنا ماتشين في التصفية أو وطول تقومة أفريقية لا عايزين منتخبنا بلدنا كبيرة إحنا كلنا بنحب بلدنا من اللعبين والجهاز والجماهير كل الناس كلها بتحب بلدنا فنحب نشوف منتخبنا حتى عشان يدي إنذار خطر إنذار كبير أو جرز للفرقة التانية إن إحنا هنلعب مع أي فرقة ما يفرش معنا هنلعب مع أي فرقة مستوى أول أو مستوى تاني أو تالت أو رابع إحنا بعون الله هنوصل كاس العالم بالنجوم دي وبالمدرد ده إحنا كلامنا كده خلاص ترجمة نانسي قنقر